مرحبا بكم معنا مشاهدين الكرام في نشاط الأحوال الجوية اللي قدمها لكم من قناة النهر بداية بصورة القمر الاصطناعي اللي توضحنا أجواء مغشات جزئيا بالمناطق الشمالية تكون مصحوبة بأمطار بالمناطق الشرقية للوطن ويبقى صفاء يعوم مجمع المناطق الجنوبية حالة التقس المرتقبة ظاهرة هذا اليوم إن شاء الله رح تكون أجواء مغشات جزئيا مع أمطار بشرق البلاد سماء صافية إلى مغشات جزئيا بشمال الصحراء حتى شمال الصورة يبقى التقس مشمس وسافي بالمدنة الغربية وحتى الوسطى مرورا بالمناطق الجنوبية للوطن وحركة الرياح تكون ضعيفة إلى معتدلة مباشرة نحو مشاهدين إلى درجات الحرارة المتوقعة لليلت اليوم نمتقي ب15 درجة بالعاصمة أيضا بعنابة 16 درجة بوهران 8 درجة ببتنا 13 درجة بالغوط 10 درجة بالبيت بالنسبة للجنوب سنسجد 18 درجة بالوادي أيضا بغردية 21 درجة ببشر 19 درجة بورقلا 26 درجة بعين صالح 25 درجة بأدرار 24 درجة بإليزي 22 درجة بطمناس و25 درجة بتندوف ننتقل مشاهدين الوضعية الجوية المتوقعة لليلة اليوم ننتقل بسماء غائمة رعدية وممطرة بشرق البلاد أجواء مغشات جزئيا بالمناطق الساحلية الوسطى وحتى الغربية مرورا بالمناطق الداخلية الغربية حتى شمال الصحراء ويبقى الصفاء يعم باقي المناطق الجنوبية للوطن وحركة الرياح تكون ضعيفة إلى معتدلة درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة سنسجل سبع درجات بوهران من درجات بكل من العاصمة حتى عنابة صفر درجة بباتنا كأدنى حتى خمس درجات بالغوات درجتين بالبيض بالجنوب سنسجل سبع درجات بالوادي من درجات بورقلا 9 درجات بغردايا أيضا ببشر حتى عين صالح من درجات بإليزي وتمناس 11 درجة بأدرار أيضا بتندوف رحوا مشاهدين لحيات البحر اللي راح يكون قليل الإضطراب بالسواحل الغربية من غزوات وهران مستغن متنس بسبب رياح غربية إلى جنوبية غربية تراوح سرعتها ما بين 20 إلى 40 كم في الساعة وبحر مضطرب بالسواحل الوسطى والشرقية من سيباز العاصمة بومردس بجاية جيجلسكيك دعنبا والقالة نتيجة رياح غربية تراوح سرعتها ما بين 30 إلى 50 كم في الساعة مشاهدين الكرام كانت هذه توقعاتنا لأحوال التقس الخاصة لظهير توليت اليوم إن شاء الله أوقات ممتعة مع بقية برامجين على قناة النهار في أمان الله